مساء الخير موسم الارباح الحالي كان اقوى من المتوقع بالنسبة للأسهم الامريكية مما ادى الى ارتفاع المؤشرات الرئيسية الثلاثة الداوجونز الناسدك والاس ام بي فايف هندرد الى مستويات قياسية جديدة فيديو اليوم سنناقش فيه مجموعة من اهم المواضيع اولها اهم التقارير الاقتصادية من الاسبوع الماضي منها ارباح انفيديا ثم سنناقش اهم التقارير الاقتصادية المتوقعة خلال الاسبوع القادم بيانات قادمة من اوروبا من امريكا وايضا من الصين سنناقش في الفقرة الثالثة اهم فرص التداول خلال الفترة القادمة واهم الشركات التي ستعلن عن ارباحها خلال الاسبوع القادم واخيرا سنتحدث على الاستثمار طويل الامد لذلك اذا لسه ما اشتركتوا في القناة باتمنى منكم اذا اعجبتكم الفيديوهات انكم تشتركوا في القناة حتى توصلكم اخر الفيديوهات اللي بنرفاها اذا بدأنا باهم التقارير من الاسبوع الماضي نستطيع ان نلخصها في ثلاثة تقارير رئيسية اولها ان معدلات التضخم القادمة من الاتحاد الاوروبي استمرت في التراجع تراجعت من مستويات 2.9% الى 2.8% على اساس سنوي بينما تراجع التضخم الاساسي في اوروبا من مستويات 3.4% الى 3.3% مما يعني ان التضخم يتراجع بشكل مستمر في اوروبا في الاتجاه الصحيح الخبر الثاني المهم كان خلاصة اجتماع الفيدرالي او الفيد منتس والتي اتفق فيها اعضاء الفيدرالي على ثلاثة نقاط رئيسية اولها ان التضخم تراجع بدرجة كبيرة جدا وهو يسير الى النهاية النقطة الثانية ان الاقتصاد الامريكي قوي ولا يوجد ركود اقتصادي حاليا النقطة الثالثة واللي هي كانت النقطة الخلافية بين اعضاء الفيدرالي هل الوقت الحالي مناسب للبدء في خفض معدلات الفائدة امنوا لا يزال الوقت مبكرا واذا بدأنا خفض الفائدة الان من الممكن ان يعود التضخم للارتفاع مرة ثانية سبب تخوف اعضاء الفيدرالي ان احد اهم مسببات ازمة التضخم قوية جدا في السبعينات هي استعجال أعضاء الفيدرالي في ذلك الوقت في تخفيض معدلات الفائدة مما كان يؤدي في كل مرة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر مما يدفع بأعضاء الفيدرالي لرفع الفائدة مرة ثانية ثم يتراجع التضخم ثم يخفضون الفائدة ثم يرتفع التضخم فيرفعونها مرة ثانية هذه المرحلة استمرت أكثر من عشر سنوات تقريبا في السبعينات وبالتالي أعضاء الفيدرالي يفضلون أن يكونوا متأكدين مية في المية من أن الوقت الحالي هو الأنسب للبدء بخفض الفائدة لذلك ممكن يتأخروا شوي عن الوقت المثالي وهذا ممكن أن يضع بعض الضغط على الأسواق خلال الفترة القادمة خاصة إذا تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير لكن ما يزيد الضغط على أعضاء الفيدرالي هو أنه في سنة تعتبر سنة مهمة جدا بالنسبة لأمريكا ولذلك على الأغلب رح يكون في عليهم ضغوط سياسية للبدء بخفض الفائدة وهو ما أخذته الأسواق في عين الاعتبار وبالتالي نرى ارتفاعات مستمرة في الأسهم وتفاؤل من المحللين بالبدء بخفض الفائدة لذلك إجمالا لنقدر نحكيه أن أخبار الأسبوع الماضي كانت أخبار إيجابية لكن الخبر الثالث والذي هو الخبر الأهم كان أرباح انفيديا انفيديا مش فقط حققت معدلات استثنائية سواء في نمو الأرباح أو المبيعات أو هوامش الربحية أو غيره لا الشركة أيضا تجاوزت حتى توقعات المحللين المرتفعة حققت إيرادات تتجاوز 22 مليار دولار بربحية للسهم الواحد تتجاوز الخمس دولارات وللمتتبع لعائدات أو مبيعات انفيديا ممكن يشوف بأن انفيديا كانت في السنة كاملة لا تبيع 20 مليار دولار قبل فقط سنتين أو ثلاث سنوات من الآن بينما هذا حاليا أصبح معدل مبيعات انفيديا كل ثلاثة أشهر مما يعني بأن انفيديا نجحت خلال آخر سنتين في رفع مبيعاتها عدة أضعاف وهو ما أدى إلى الارتفاعات الكبيرة في السهم انفيديا لكن الأهم من أرباح انفيديا أنها فتحت الطريق للمزيد من المحللين للبدء في التفكير في أن الذكاء الاصطناعي هنا ليبقى وأن الطلب على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يبدو بأنه أكبر بكثير مما كنا نتوقع سابقا هذا طبعا أعطى دفع كبيرة للأسهم للارتفاع خلال الأسبوع الحالي بالتالي إجمالا أخبار الأسبوع الماضي تعتبر أخبار إيجابية بالنسبة للأسهم إذا انتقلنا إلى الأسبوع القادم في بصلاحة عنا مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة أولها أن يوم الثلاثاء القادم سيكون في عنا تقارير ثقة المستهلك الأمريكي نتوقع ارتفاعها من 114 إلى 114.8 طبعا بغض النظر هل ثقة المستهلك الأمريكي تصل إلى هذا الرقم أو لا مستويات 114 بحد ذاتها تعتبر تقريبا الأعلى منذ تقريبا سنتين مما يعني بأن ثقة المستهلك الأمريكي مرتفعة جدا وهذا يعني انفاق أكثر مبيعات أكثر بالنسبة للشركات وبالتالي يعتبر إيجابي للأسهم كلما كان الرقم مقارب 114.8 وأعلى أيضا من ذلك يوم الأربعاء الساعة الرابعة والنصف في عنا مراجعة لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من سنة 2023 سابقا كان المحللين يتوقعون نمو عند مستويات 2% لكن حقق الاقتصاد نمو بنسبة 3.3% في القراءة الأولية القراءة الحالية هي ليست قراءة جديدة إنما هي مراجعة وتدقيق للقراءة السابقة عند مستويات 3.3% بدنا نتأكد هل فعلا حقق الاقتصاد الأمريكي نمو في هذه النسبة أم لا وفعليا إذا الاقتصاد بيحقق معدلات نمو عند 3.3% أو مقاربة لها عند الثلاثة في المية أو أعلى خلينا نحكي فهي تعتبر طبعا أخبار إيجابية لأنه هذا يعطي المزيد من الثقة للمستثمرين خاصة أنه نحن عم نشوف أنه في سيولة كبيرة تتدفق في الأسواق خلال الأشهر الأخير أما يوم الخميسة الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية ففي عنا التقرير الأهم خلال الأسبوع القادم وهو أحد أهم تقارير التضخم يسمى باسم ال-PCE هذا التقرير نتوقع فيه تراجع ال-PCE من مستويات 2.6% إلى 2.4% على أساس سنوي بينما نتوقع تراجع ال-PCE الأساسي وهي قراءة التضخم التي تستثني التغير في أسعار الغذاء والطاقة من التأثير على النفقات الخاصة بالمستهلكين فمنتوقع تراجعها من مستويات 2.9% إلى 2.8% على أساس سنوي والمهم هو بالنسبة للأسهم أنه إذا كانت قراءات ال-PCE تقف عند 2.4% و 2.8% أو أقل هذا راح يكون إيجابي جدا بالنسبة للأسهم وسيؤدي الارتفاح أكثر بينما إذا كانت القراءات تعادل قراءة الشهر السابق عندها 2.6% و 2.9% أو أعلى فهذا سيؤدي إلى تراجع كبير في الأسهم لأنه سيبدأ المحللين يبنون فرضياتهم على أن الفيدرالي على الأقل لن يخفض الفائدة في شهر ثلاثة هذا أكيد لكن في شهر خمسة سيبدأ يتراجع الثقة عند المحللين في أن الفيدرالي سيخفض الفائدة الحل الثالث أنه طبعا قراءة ال-PCE تكون أقل من الشهر السابق لكن أعلى من توقعات المحللين في هذه الحالة ممكن الأسواق تتراجع بشكل محدود لكن سيستمر لاتجاه العام الصائد يوم الجمعة أخيرا في عنا تقارير الساعة الرابع والنصف صباحا من الصين هذه التقارير تسمى بتقارير ال-PMI الثلاثة أو الأربعة تقيس معدلات النمو في الإنتاج الصناعي والإنتاج الخدماتي والإجمالي وفعليا إذا كانت القراءات أعلى من القراءات السابقة واللي هي تقريبا كلياتها عند التسعة وأربعين أو الخمسين فهذا يعني عودة القطاعات المختلفة في الصين إلى النمو مما يعني أن الأسهم الصينية ممكن تشوف بعض التعافي يوم الجمعة أخيرا يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة مساءا رح تكون في عنا تقارير التضخم الأوروبية لشهر فبراير لأنه يوم الخميس بيكون واحد ثلاثة بيكون شهر جديد متوقع فيها تراجع التضخم في أوروبا من مستويات 2.8 إلى 2.5% وتراجع التضخم الأساسي من مستويات 3.3% إلى مستويات 3% وهذه التقارير إذا كانت كما يتوقع المحللين أو أقل ستعتبر بداية قوية جدا لشهر ثلاثة القادم للأسهم الأوروبية وأيضا رح يكون لها تأثيرات على الأسهم الأمريكية وهكذا ننتقل إلى أهم فرص التداول خلال الأسبوع القادم بصلاحة في عنا مجموعة من الفرص أنا رح أقسمهم إلى فرص ذات مخاطرة متدنية مخاطرة متوسطة ومخاطرة مرتفعة إذا بدأنا بالأسهم ذات المخاطرة المرتفعة واللي هي الشركات التي ستعلن أرباحها في يوم الاثنين بعد إغلاق الأسواق في عنا سهم اسمه يونيتي يونيتي تعتبر من شركات الألعاب المميزة أكثر من 75% من كل الألعاب الموجودة في الأب ستورز على أجهزة الخواتف فعليا الشركة المطورة لها هي شركة يونيتي لكن هذا يعتبر من أسهم التكنولوجيا القليلة التي سعرها لم يتعافى برغم ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى بشكل واضح جدا المخاطرة هي شراء الأسهم قبل أعلان الشركة لأرباحها يوم الاثنين وإذا حققت أرباح إيجابية ممكن السهم يرتفع بقوة المتداولين اللي بدهم مخاطرة أقل شوي بإمكانكم انتظار أرباح يونيتي وإذا حققت أرباح إيجابية ممكن في هذه الحالة نشتري شركة روب لوكس المنافسة لها والتي أعلنت أرباحها سابقا وحققت أرباح قوية جدا في هذه الحالة بتكون مخاطرة أقل أما بالنسبة ليوم الثلاثة ففي عنا شركة نرويجيان كروز لاينز راح تعلن عن أرباحها قبل الافتتاح الآن بحد ذاتها شركات الكروزز التي تنظم الرحلات السياحية العملاقة في البواخر أسعار أسهمها متدنية جدا وتعتبر من قطاعات السياحة اللي عم نبحث على تعافي فيها خلال السنة الحالية يمكن مشكلتها هي ضعف الميزانيات ومعاناتها من معدلات مديونية مرتفعة لكن باعتقادي أن هذا السهم ممكن أن يحقق نتائج إيجابية وبالنسبة للمتداولين اللي بيبحثوا على مخاطرة أقل ممكن تنتظروا أرباح شركة نرويجيان كروز لاينز وإذا حققت نتائج جيدة بإمكانكم تشتروا أسهم مثل شركة كارنيفال كروز لاينز لأنها شركة منافسة لها وعلى الأغلب راح يرتفعوا ورح يتأثر القطاع كله بشكل إيجابي يوم الثلاثة بعد إغلاق الأسواق في عنا شركتين الشركة الأولى هي فيرست سولر باعتقادي الشخصي فيرست سولر راح تحقق نتائج على الأغلب ستكون ضعيفة لكن أعتقد أن الشركة ستبدأ برفع توقعاتها للطلب خلال السنة الحالية مما قد يكون جيد بالنسبة لهذا السهم نفس هذا السيناريو لشركة فيرست سولر العاملة في قطاع الطاقة الشمسية المتجددة فعليا تحقق مع سهم انفيز وبالتالي بالنسبة للمتداولين اللي بيبحثوا على مخاطرة شوي أقل بإمكانكم انتظار أرباح فيرست سولر وإن كانت إيجابية أكيد انفيز أو حتى الصندوق الاستثماري الخاص بأسهم الطاقة النظيفة ممكن تكون بدائل جيدة اسمه صندوق ICLN بالمناسبة أما السهم الثاني فهي شركة روكت لاب أنا بعرف أن السهم تراجع بقوة خلال الفترة الأخيرة لكن أعتقد بأن الأسهم الصغيرة بشكل عام كلياتها لم تبدأ التعافي وأعتقد بأن تراجع روكت لاب بسبب طلب الشركة قرض إضافي لأنها في سنة مهمة بالنسبة لها خاصة أنها عم بتطور صواريخها الجديدة الكبيرة والتي تعتبر في عالم الفضاء متوسطة الحجم بالنسبة للصواريخ الموجودة حاليا أعتقد بأن روكت لاب ستحقق نتائج جيدة وأعتقد بأن هاي السنة جيدة لهذا السهم وباعتبرها فرصة مخاطرة بصراحة عالية وبالتالي المضاربين اللي بيبحثوا على المضاربة في هذا السهم بإمكانكم انضاربوا بنسبة محدودة من المحفظة وبالمناسبة بما أنه إحنا بنحكي عن المضاربة فأعتقد بأنه خاصة الأسهم اللي فيها مخاطرة عالية أنه فقط المتداولين اللي بيبحثوا على مضاربة أو مخاطرة مرتفعة ممكن يضاربوا فيها وبالنسبة لللي بيبحثوا على المضاربة في هاي الأسهم حاولوا فقط تفوتوا بنسبة محدودة من المحفظة حتى ما تتكبدوا خسائر كبيرة لسمح الله ولازم تكونوا جاهزين أنه في حال تراجع السهم ممكن تضطروا وتاخدوا قرار صعب أما بيبيع السهم بخسارة أو بالانتظار حتى يرتفع السهم مرة تانية لأنه عادة نتحدث على أسهم تعتبر جيدة ورائدة في مجالها وفي هاي الحالة بترجعوا بتبيعوا هاي الأسهم مرة تانية أما يوم الأربعاء قبل الفتاح الأسواق ففي عنا سهمين الشركة الأولى هي شركة سيلس فورس باعتقادي هذا السهم رح يحقق نتائج إيجابية والسهم الثاني هي شركة سنوفليك أنا نوعا ما متشكك بصراحة أعتقد أنه معدلات نمو سنوفليك الحالية هي معدلات أقل مما كنا نطمح بصراحة خاصة بالمقارنة بمعدلات النمو السابقة القوية جدا اللي كانت تتحققها شركة سنوفليك لكن لا أزال متفائل بالسهم وبالمناسبة سهم سنوفليك من الأسهم القليلة في التكنولوجيا التي يمتلكها وارن بوفت هذا السهم كان سعره عند الاكتتاب حوالي تقريبا 250 دولار وبالتالي هو حاليا يتداول عند أسعار الاكتتاب قبل تقريبا سنتين أو ثلاثة سنوات بعتقد أن هدول السهمين رح يعاققوا نتائج إيجابية ويرتفعوا لكن أعتقد أن السيلس فورس ممكن تكون فرصة أفضل من سنوفليك وأخيرا يوم الخميس قبل افتتاح الأسواق في عنا سهم بوليستار بصراحة هذا السهم كان للتأكيد أسوأ فرصة ذكرناها في قناتي فعليا السهم تراجع بدرجة كبيرة جدا وللأسف بعد الأرباح السيئة جدا لحققتها ريفيان والأرباح اللي حققتها لوسد أعتقد بنقطاع السيارات الكهربائية على الأغلب رح يعاني خلال الفترة القادمة على الأقل خلال الأشهر الأولى من السن الحالية حتى تتراجع معدلات الفائدة بشكل واضح ويعود الطلب إلى قطاع السيارات عالميا وبالتالي ما بعرف كيف رح تكون أرباح بوليستار لكن أتمنى من كل قلبي أن تكون الأرباح جيدة مع توقعات جيدة لكن أعتقد أنها مخاطرة بحكم أنه النتائج الأخيرة اللي كانت متحققها الشركة كانت أقل بكثير من توقعاتنا والسهم خالفنا بدرجة كبيرة بينما بعد أغلاق الأسواق وفي عنا سهم ديل وفي عنا سهم أوتو ديسك باعتقادي ديل هي منافس شركة سوبر مايكرو كمبيوترز الأساسي الموجود حاليا وضحنا سابقا للمنتسبين للصفحة أنه الفارق بين ديل و السوبر مايكرو كمبيوترز أن السوبر مايكرو كمبيوترز تعمل في مجال يسمى الوايت سيرفرز وهي تعتبر أجهزة حاسوب خارقة لكنها لا تلتزم بعلامة تجارية واحدة نحن نسمح للشركات أو الزبائن بأن يختاروا المواصفات التي تدخل في صناعة هذه الأجهزة بينما ديل في الجهة المقابلة فهي تعتبر الشركة الرائدة في البراندد سيرفرز وهي تعتبر أجهزة حاسوب ذات قدرات عالية لكن تصنع بحسب شركة ديل وتحمل العلامة التجارية ديل وأغلب المكونات الداخلية فيها تكون ديل عندها اتفاقيات مع شركات أخرى أو تصنعها ديل فضلا عن أنه الوايت سيرفرز بشكل عام سعرها أقل بحوالي 10 ألاف ديلر تقريبا أو 5 إلى 10 ألاف ديلر بالمقارنة بالبراندد سيرفرز يعني معدل سعر السيرفر الواحد لشركة سوبر مايكرو كمبيوترز حوالي 15 إلى 20 ألف بينما في معالجات ديل فمعدل السعر حوالي 30 إلى 35 ألف وبالتالي أعتقد أنه على الرغم من أنه سهم ديل سهم ممتاز أعتقد أنه ممكن يحقق نتائج إيجابية ويرتفع بقوة وسيتحدث عن الذكاء الاصطناعي إلا أنه للإجابة على السؤال اللي راح تسألوني أعتقد أنه سوبر مايكرو كمبيوترز لن تتكرر مرة ثانية في ديل لكن سهم ديل كما تحدثنا عنه سابقا سهم قوي سهم بيوزع أرباح وسيستمر في الارتفاع لكن بشكل متزن مش بشكل خيالي مثل سهم سوبر مايكرو كمبيوترز والشركة الأخيرة يوم الخميس هي شركة أوتو ديسك تعتبر من الشركات الرائدة في مجالها أعتقد أنه ممكن تكون فرصة جيدة للمضاربة بعد إعلانها للأرباح رغم أنه سابقا كل مرة كنت أتوقع أنه أوتو ديسك تحقق نتائج إيجابية لأنني بحب هذا السهم كانت تتحقق نتائج سلبية وتتراجع وبالتالي بس حبيت أروهكم أنه سهم أوتو ديسك دائما بيخالفنا في التوقعات أما بالنسبة للمتداولين اللي بيبحثوا على فرص للتداول متوسطة المخاطرة فأنا بنصحكم بالتركيز على الأسهم الكبرى لأنه كما وضحنا سابقا في أحد الفيديوهات السابقة الأسهم الأكبر عادة تحقق أداء أفضل فضلا عن أنه هي أول الأسهم التي ترتفع لأنها تعتبر أكثر أمانا بالنسبة للمستثمرين فبفضله يبدأوا الاستثمار فيها قبل أن ينتقلوا إلى الاستثمار في الأسهم الصغيرة وأخيرا تعتبر ذات مخاطرة متوسطة لأنها شركات كبيرة وبالتالي من غير المتوقع أن تنهار هذه الأسهم في حال حدثت خلينا نحكي تداعيات سلبية في الأسواق وفي عندي مجموعة من عدة شركات أول واحد من هذه الشركات هي شركة بالو آلتو شركة تعمل في الأمن الصيبراني تراجع أسهمها بدرجة قوية وأنا اشتريتها يوم الخميس السهم الثاني هي شركة كراودسترايك هي شركة أخرى أيضا تعمل في الأمن الصيبراني سهم تراجع في الفترة الأخيرة خاصة مع إعلان شركة بالو آلتو لأرباحها أعتقد بأنه قطاع الأمن الصيبراني يتجه إلى المزيد من النمو وأعتقد بأنه التصحيح الكبير اللي صار خاصة في بالو آلتو بدأ يفتح لنا المجال للتداول في هاي الأسهم الأسهم اللي بعدية هي المجموعة الكبيرة أسهم الفانكز تحديدا انفيديا انفيديا نعم حقق ارتفاعات قوية جدا والسهم مش عم بيتراجع حتى إحنا نستطيع أن نشتري هذا السهم لكن باعتقادي أنه انفيديا تحول إلى أيقونة في الذكاء الاصطناعي السهم حاليا أصبح ثالث أكبر أسهم العالم من حيث القيمة السوقية انفيديا بحد ذات هي في فقاعة حاليا عشان إحنا نكون بس متفقين على هذا الإشي لكن إذا الأسواق استمرت في الارتفاع فمع نمو الذكاء الاصطناعي بالرغم من ارتفاع أسعار أسهم انفيديا السهم نسي ممكن يرتفع أكثر لكن بالنسبة للمتداولين اللي بدون مش يتحملوا مخاطرة سعر انفيديا المرتفع ففي عندكم أسهم اي ام دي السهم الرابع عندكم أسهم بروتكم السهم الخامس وعندكم أسهم مثل كوالكم واس ام ال اللي هم الأسهم السادس والسابع تعتبر أسهم قوية جدا في الذكاء الاصطناعي طبعا بعضهم ينافسون انفيديا بعضهم زبائن انفيديا بعضهم انفيديا بتعتمد عليهم وهكذا عندكم كمان سهم مايكروسوفت تمكن الكلام خف خلال الأشهر الأخيرة على سهم مايكروسوفت ولكن مايكروسوفت هي أقوى أسهم العالم وهذا السهم سيستمر في الارتفاع وبالتالي دائما مايكروسوفت تعتبر فرصة استثمارية مميزة السهم التاسع باعتقادي أبل أبل متأخرة عن الذكاء الاصطناعي كنت اتوقع السهم يتراجع على 170 دولار بعدها رفعنا التوقعات لل180 عاد السهم لل180 مرة تانية مع تراجع الأسهم في بداية هذا الأسبوع وباعتقادي أنه هاي مستويات جيدة لشراء سهم أبل لأنه أعتقد أنه زبائن هاي الشركة بيحبوها وهاي الشركة ستستمر في التقدم حتى وإن كان عندها مشاكل سواء في التأخر في الذكاء الاصطناعي أو أيضا مشاكلها في الصين عنا كمان أسهم من أمثال AirBnB Expedia Arista Networks وهيك بنكون كملنا قائمة من 12 سهم مميزة حققت نتائج قوية وتراجعت أسعار أسهم إذا بدي أضيف عليها أسهم ممكن أضيف DataDog واللي حققت نتائج استثنائية لكنها تراجعت بعد الأرباح وبدأ لعنا أخيرا السهم اللي كل المتابعين رح يسألوني عليه واللي هو سهم تيسلا وتيسلا بصراحة وقطاع السيارات الكهربائية كان أداءه مخيب للأمال خلال السنة الحالية أرباح تيسلا كانت بصراحة مخيبة للأمال كانت الأضعف بين شركات التكنولوجيا الكبرى لكن باعتقادي وأنا كنت أتوقع سابقا أن تيسلا سيتراجع على مستويات الـ 170 دولار أنا لا أزال أعتقد أنه في حال حدث تصحيح في الأسواق أن تيسلا رح ينزل لمستويات الـ 170 لكن أعتقد بأنها تمثل فرصة شراء وليست فرصة بيع ممكن تيسلا ينزل لهذه المستويات وممكن لا لا أحد يعرف إلى أين يتجه سهم تيسلا في المدى القصير لكن باعتقادي أنه هذا السهم سيعود للارتفاع لأن لدى شركة تيسلا الكثير مما تستطيع أن تقدمه عندها تقدم في قطاع خلينا نحكي تكنولوجيا شحن السيارات لدرجة أن كل السيارات صارت تعتمد عليها في أمريكا عندها تقدم في تكنولوجيا البطاريات فضلا عن أنه هي فعليا شركة أمريكية وبالتالي تستفيد من السوق الأمريكي الكبير باعتقادي أن ما حصل مع تيسلا هو تصحيح طبيعي حتى يعود الصهم للارتفاع بشكل صحي في المستقبل لكن أعتقد بأن المتداولين اللي بيبحثوا على شراء تيسلا حاليا على الأغلب رح يبحثوا عن بيع تيسلا بعد فترة طويلة بعكس الأسهم الأخرى اللي ذكرناها اللي أعتقد أنها ستعود للارتفاع قريبا أخيرا بيظل عنا المستثمرين اللي بيبحثوا على شراء أسهم ذات مخاطرة متدنية وطبعا صحيح أنها ذات مخاطرة متدنية ولكنها تأتي بعائد جيد جدا واللي هي السندوق الاستثمارية الكبرى شفنا كيف الـ QQ اللي بيمثل النازدك أو الـ VWO اللي بيمثل S&P500 أو سايبر اللي بيمثل أسهم الأمن السايبراني أو SMH اللي بيمثل أسهم أشباه الموصلات شفنا كيف أنهم حققوا أداء استثنائي وارتفعوا بقوة فضلا عن الصندوق الاستثماري VGT واللي بيستثمر بشكل كبير وشامل في أسهم خلينا نحكي التكنولوجيا بشكل عام شفنا كيف أن الصندوق الاستثمارية الخمسة هاي حققت عائد جيد جدا بمخاطرة خلينا نحكي منطقية خلال السنوات والأشهر الأخيرة وبالتالي بالنسبة للمتداولين اللي بيبحثوا على مخاطرة متدنية نصحكم دائما أنكم تركزوا على الصندوق الاستثماري الكبرى وعلى المؤشرات وإذا بدي أضيف صندوق استثماري سادس فبعد أضيف الصندوق الاستثماري XLK وهو أيضا صندوق استثماري يستثمر في قطاع التكنولوجيا الأمريكي هاي الصندوق الاستثمارية الكبيرة تعتبر الأفضل في مجالها وبالنسبة للمتداولين يدام بيسألوني على أسهم الأرباح أعتقد أن الظروف الحالية ليست الأنسب لأسهم القيمة ليست الأنسب لأسهم الأرباح لكن إذا أنتم مصممين على شراءها فالصندوق الاستثماري SCHD من شركة شارلز شواب يعتبر الصندوق الاستثماري الأفضل بالنسبة لأسهم الأرباح نعم العائد عليه مش مرتفع ولكنه ثابت ويزداد كل سنة فضلا عن أنه سعر السهم أو سعر المحفظة الاستثمارية تفوق على أداء الـ S&P 500 خلال السنوات العشرة الأخيرة وبالتالي هذه هي مجموعة الأسهم اللي ممكن تكون فرص للتداول خلال الفترة القادمة ولما متحدث على التداول فإحنا متحدث على شراء السهم لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع ولازم تشتروه فقط بنسبة من المحفظة ودون استخدام رافع عملية مع وضع خيار وقف الخسارة المناسب يعني أنا ضد أنك تشتري فقط السهم برافع عملية وبكل المحفظة وبدون ما تحط وقف خسارة لأنه مهما كان السهم جيد في هاي الحالة أنت ممكن تخسر وبالتالي أنا مع الشراء بطريقة منطقية مدروسة في هاي الحالة بيكون الخسارة احتماليتها متدنية خاصة في الأسهم الكبرى اللي متحدث عنها بشكل عام والآن مننتقل إلى السؤال المهم وهو أين تتجه الأسهم الأمريكية خلال الفترة القادمة حتى ما نطول عليكم الفيديو أكتر راح ألخصلكم إياها بشكل سريع من ناحية فنية المؤشرات الثلاثة في المنحنيات الزمنية من الأربع ساعات وأكثر كلياتها في اتجاه صاعد من ناحية فنية من ناحية التحليل الأساسي فعليا الأسهم تسير في اتجاه صاعد لأن أرباح الشركات كانت قوية جدا ومن ناحية اقتصادية فالاقتصاد الأمريكي يسير إلى المزيد من النمو مما يعني أنه في المدى الطويل فعليا الأسهم تتجه إلى المزيد من الارتفاع سواء خلال السنة الحالية أو حتى فيما بعدها تذكروا كمان أنه إحنا منتجه إلى خفض لمعدلات فائدة مما يعني ارتفاعات أكبر في الأسهم وبالتالي خلونا نكون واضحين الاتجاه العام للأسهم لا يزال إلى المزيد من الصعود وكما حذرت في أحد الفيديوهات القصيرة اللي رفعتها من بيع الأسهم بالمكشوف في سنة 2024 أعتقد أنه حاليا صار واضح ليش أنا حذرت من بيع الأسهم بالمكشوف وباعتقادي عندما تنخفض معدلات الفائدة الارتفاعات الكبيرة اللي شفناها هاي نسألح نشوف ارتفاعات أكبر منها وبالتالي أنا بنصحكم مهما يتفع أي سهم حاولوا تتجنبوا عمليات البيع بالمكشوف أو الشورت سيلنغ لأنه ما بتعرفوا إلى أي درجة قد يصل جنون الأسواق أما بالنسبة للمدى القصير فباعتقادي أن الأسهم قد صححت بما فيه الكفاية الأسبوع الماضي ولولا أرباح انفيديا القوية كان شفنا تراجعات كبيرة في الأسهم لأن الأسهم تراجعت كل أيام الأسبوع الماضي باستثناء يوم الخميس لأن انفيديا أعلنت أرباحها يوم الأربعاء بعد إغلاق الأسواق بالتالي بالنسبة للمستثمرين اللي بيبحثوا على شراء الأسهم من المستويات الحالية برجعوا بأكد أن الأفضل حاليا لشراء الأسهم هي بناء محفظة من مجموعة من الأسهم المتميزة ومراقبتها ولما يتراجع أسعار هاي الأسهم إلى مستويات جيدة يعتبرها فرصة للشراء زي مثلا تراجعات بالوالتو تراجعات داتا دوك تراجعات اكسبيديا تراجعات أبل على سبيل المثال أو تيسلا هاي تعتبر النقاط دخول متميزة أما الأسعار الحالية فإحنا عارفين أنها أسعار قوية لكن بالنسبة للمستثمرين اللي ما بدهم يستمروا في متابعة الأسواق وما بدهم أنهم يفعلوا عندهم خيارات التنبيهات أو الأليرتس بإمكانكم تدخلوا باستراتيجية الدولار كوست أفريجينج بشكل تدريجي شهري في الأسواق بهاي الحالة أنتو بتضمنوا أنكم تشتروا الأسهم بمستويات سعرية متميزة بينما بالنسبة للمتداولين إذا بدكم تتحملوا مخاطر أعلى ممكن تشتروا الأسهم من الأثنين القادم بينما إذا بدكم تتحملوا مخاطر أقل ممكن تنتظروا تقارير PCE يوم الخميس القادم لأنها راح تأثر في اتجاه الأسهم يوم الخميس الجمعة وحتى كمان الأسبوع اللي بعدي بضل عن السؤال الأخير واللي هو أهم فرص الاستثمار طويل الأمد دائما في كل أسبوع أنا بذكركم بالعودة إلى الفيديو الخاص بأفضل 20 سهم للاستثمار طويل الأمد فيه 22 سهم و3 سنديق استثمارية متميزة لكن اليوم ما بدي أطرح سهم جديد اليوم بدي أعلق على واحد من الأسهم الموجودة في هاي القائمة واللي هو سهم سوبر مايكرو كمبيوترز بشكل مختصر وصلتني لكثير من الأسئلة من المتابعين اللي بيسألوني أنه هل الآن صار وقت مناسب لشراء السهم بحكم أنه ارتفع وتجاوز مستويات الـ 1050 دولار ثم عاد وتراجع إلى مستويات تقارب الـ 800 دولار أمريكي تقريبا وأنا باعتقادي الشخصي أنه إذا تمكن المستثمرين من شراء أسهم مثل سوبر مايكرو كمبيوترز بمستويات ما بين 700 إلى 800 دولار أمريكي فأنا أعتقد أنه هاي مستويات لا تمثل فرصة خلينا نحكي مغرية جدا للشراء إنما تمثل نقطة دخول منطقية في هذا السهم بإمكانكم إذا نويتوا شراء هذا السهم تفوتوا فيه بنسبة بسيطة من المستويات الحالية وإذا حصل تصحيح كبير في الأسواق وتراجع في سعر هذا السهم ممكن إذا تراجع لمستويات الـ 500 دولار إذا حصل ذلك تكون هاي أكيد فرصة دخول قوية جدا أنا أشك أن السهم ممكن ينزل لمستويات الـ 500 خاصة نحن عم نشوف مؤدلات قوية جدا من النمو في الطلب على منتجات هاي الشركة هذا اللي كان عنا في فيديو اليوم باتمنى أن ما طولنا عليكم أكتير بنشوفكم إن شاء الله في فيديو الاثنين القادم إذا بتحبوا نتحدث على أسهم معينة بشكل خاص صارت تكتبوا ليها في التعليقات لأن أنا براجع التعليقات وبحاول أن أختار أكثر الأسهم اللي بتطلبوها مني